هوي بريس نحو إعلام هادف ومما جاء في أحد هذه الاستدعاءات التي توصل بها الأساتذة أنه اعتماداً على الملف التأديبي الذي توصلت به الأكاديمية من المديرية الإقليمية فقد تقرر عرضكم على أنظار المجلس التأديبي الذي سينعقد يوم الجمعة 23 فبراير 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً بملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي ببني ملال كما نوهت المراسلة الأستاذ المعنية إلى أنه يمكنه تقدم وسائله في الدفاع شخصياً حضورياً أو كتابةً أو تكليف من ينوب عنه على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتعين عليكم إخبار هذه الأكاديمية قبل موعد عقاد الجلسة هذا وأشارت نفس المراسلة للأستاذ أن ملفه وجميع ما ألحق به من وثائق سيكون رهن إشارته بقسم تدبيل الموارد البشرية بمقر الأكاديمية الكائن بشارع القدس ببني ملال وذلك خلال الخمسة أيام السابقة لتاريخ عقاد المجلس التأديبي هوية بريس نحو إعلام هادف